استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الإسبوعي بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة قطر والتي تعد الأولى من نوعها وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائية المشتركة في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين فضلا عن التشاور والتنصيق فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة كما كشف رئيس الوزراء عن توجيهات الرئيس السيسي بعقد مؤتمر اقتصادي بحيث تستمع خلاله الحكومة لآراء الخبراء والمختصين في هذا الشأن مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء في الإعداد لهذا المؤتمر وما ستتضمنه جلساته من موضوعات مختلفة دعما للاقتصاد المصري بمختلف القطاعات لافتا إلى ما يتم من تنصيق بين الوزراء المعنيين ومختلف الجهات المعنية شكرا شكرا شكرا